الجهاد الفرنسي أميدي كوليبالي الذي قتل شرطية فرنسية في الثامن من كانون الثاني يناير قبل ارتكابي للهجوم الدامي على متجر يهودي في باريس الأسبوع الماضي كان قد خضع لمراقبة روتينية من طرف شرطيين في الثلاثين من كانون الأول بالقرب من بيوتشومو محل إقامتي رفقة صديقة حاية بومديان هذا ما أكدته صحيفة لوكانار أونشيني في عدد الصادر صباحة اليوم الصحيفة ذكرت أيضا أنه خلال هذه المراقبة الروتينية وعند اكتشاف أن كوليبالي ينتمي إلى قائمة المشتبه بهم لدى لجنة مكافحة الإرهاب كان يستلزم عليهم الحصول على أكبر قدر من المعلومات وأضافت أنه رغم إبلاغ الشرطية للمسؤولين في لجنة مكافحة الإرهاب إلا أنهم لم يعطوا للأمر أهمية بدوره مصدر قضاء إسباني أفاد الخميس أن المحكمة الإسبانية العليا فتحت تحقيقا أوليا حول إقامة كوليبالي في مدريد رفقة صديقته وشخص ثالث يشتبه أنه سعد على المرور إلى سوريا